ترأس سمو نائب الأمير الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء صباح اليوم بديوان سموه بقصر السيف وبحضور سمو شيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد لاري رئيس مجلس الأمة بالإنابة وسيد خالد يوسف الفليج وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة ترأس سمو نائب الأمير الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء صباح اليوم بديوان سموه بقصر السيف وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد لاري رئيس مجلس الأمة بالإنابة والسيد خالد يوسف الفليج وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن سمو نائب الأمير حفظه الله ورعاه عبر في مستهل الاجتماع عن عظيم الاعتزاز والتقدير لدور رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ الفريق متقاعد خالد الجراح الصباح الذين تمكنوا من اكتشاف المخطط الآثم للخلية الإرهابية مؤكدين قدرتهم على التصدي لهذه الأعمال العدوانية الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار دولة الكويت مشددا على ضرورة استكمال الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ أمن الوطن وصيانته حيث أكد سموه حفظه الله ورعاه بأن رجال الأمن هم دائما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين ودرعها الحصين مؤكدا ثقته الكاملة بأبنائه على الإطلاع بمهمهم ومسؤولياتهم كما أشاد سموه بروح الوحدة الوطنية التي عرف بها المجتمع الكويتي فكان مثالا يحتذا به وأكد حرصه على التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة كل ما يهدد الوطن وأمنه واستقرار لنكون صفا واحدا في مواجهة التحديات والمخاطر وقد عرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة لسمو نائب الأمير حفظه الله ورعاه لعقد هذا الاجتماع مؤكدا لسموه حرص مجلس الوزراء الجاد على بذل قصارى الجهد من أجل المحافظة على سيادة الوطن وأمنه واستقراره موضحا إدراك مجلس الوزراء لطبيعة الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الخطيرة على أمن البلد وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح حول تفاصيل الجهود التي قام بها رجال الأمن في سبيل الكشف عن هذه الخلية الإرهابية والتي تم إحالتها إلى النياب العامة حيث جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة وقد عرب مجلس الوزراء عن استنكاره لهذا المخطط الإرهابي الذي يصب في خدمة أهداف أعداء هذا البلد الطيب مشيدا بالدور المشرف لمتسبي الأجهزة الأمنية المخلصين في كشف تلك المؤامرات مؤكدا في الوقت نفسه بأن دولة الكويت ليست بمنأة عن الأحداث الإقليمية الأمنية الأمر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضرورة تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتماسكها بما يفوت الفرصة على أصحاب المخططات والنوايا التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار دولة الكويت كما أكد مجلس الوزراء أن رجال الأمن سوف يكونوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبثة بأمن واستقرار البلاد طالبا من الجميع تكفيف التعاون معهم لتفويت الفرصة على أعداء الكويت من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية داعينا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء